تصدر المعتدل حسن روحاني ظهر السبت بفارق كبير النتائج الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية الإيرانية بحصوله على 50% من الأصوات واحتمال فوز هذا المرشح المدعوم من التيارات المعتدلة والإصلاحيين من الدورة الأولى لن يشكل مع ذلك خروجا على سياسة الجمهورية الإسلامية فالملفات الاستراتيجية مثل النووي أو العلاقات الدولية هي في الواقع تحت السلطة المباشرة للمرشد الأعلى علي خامنئي وأجريت هذه الانتخابات على خلفية أزمة اقتصادية مستفحلة ناجمة عن العقوبات الدولية المفروضة على البلاد بسبب برنامجها النووي واستفاد من انسحاب المرشح الإصلاحي الوحيد محمد رضا عارف كما طلق دعم الرئيسين السابقين المعتدل أكبر هاشمي رفسنجاني والإصلاحي محمد خاتمي